أهلاً وسهلاً بكم أصدقائي إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات الموقع الأول في هذه الحلقة سوف أتكلم عن عطل واجهني في تنصيب ويندوز 10 على لابتوب ديل صراحة العطل كان يتمثل في رسالة خطأ كانت تظهر أثناء تنصيب الويندوز عن طريق الفلاش ميموري أنا أقوم بتنصيب الويندوز عن طريق الفلاش ميموري لأن السواقة الخاصة بهذا اللابتوب بها عطب كنت أقوم بتنصيب الويندوز بعد أن قمت بحرق نسخة آيزو على هذه الفلاشة ويندوز 10 ريد ستون 2 وأثناء التنصيب كانت تظهر لي رسالة الخطأ هذه التي تتمثل بالكود 0x80070570 بحثت عليها في الإنترنت وقد أعطوني نتائج كثيرة منها يقول قم بفحص الفلاشة وإجراء عمل سكان للفلاشة وإصلاح قطاعاتها كما في الشكل التالي زر يميني خصائص ومن ثم الانتقال إلى تولز ومن ثم check now ومن ثم وضع إشارات الصح على كلها الخيارات على جميع الخيارات الإصلاح التلقائي والإصلاح مع يعني الفحص مع الإصلاح معا ومن ثم start سوف يقوم بإصلاح هذه الأعطال إن وجدت بهذه الفلاشة آخر يقول أثناء التنصيب اضغط على shift F10 لتظهر لك رسالة الدوز الخاصة بتقطيع الهارد وما إلى هناك نتائج كثيرة ظهرت لي وصراحة جميع تلك النتائج لم تنجح معي الأمر الوحيد الذي نجح معي هو أني قمت بوصل سواقة خارجي عن طريق كبل خاص بها تماما وبدأت بتنصيب ويندوز عن طريقها وبدأت بتنصيب ويندوز عن طريقها على هذا اللابتوب الدل وبالتالي نجحت الطريقة ولم تعد تظهر لي رسالة الخطأ تلك الموضوع لا يتعلق بعطب بنسخة الويندوز لا يتعلق بعطب الفلاشة أو عفوا لا يتعلق بعطب بالهارد أو أي شيء آخر لإني قمت بتقطيع الهارد وقمت بعمل تصفير للهارد عن طريق برنامج الام بي آر ولكن على ما يبدو أن العطب ظهر بطريقة نقل الداتا من الفلاشة إلى اللابتوب طريقة التنصيب من النقل الداتا من الفلاشة إلى اللابتوب وهي التي كانت تظهر ذلك الكود المتمثل بهذا الرقم والحل بسيط جدا وهو عن طريق إما تبديل سواقة اللابتوب الرئيسية أو عن طريق وصل سواقة خارجية عن طريق محولة تحول من ساتا إلى يو اس بي وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من حلقات الموقع الأول اشتركوا في القناة